انت عندك لطفة لعبة في سن الرياضي السفيقسي قبل وعندك ذكريات كيف في السياسي وعندك المشروعية باش تحكي اكيد عنا دي رياضي السفيقسي يحب تحنا نحكي وش في رحكي كنتارك هنكمل الجملة عنده مشروعية اكثر منا نحنا الكل كيف يشوف الماتش اليوم؟ ماتش كيما الماتش والكل ديما ماتش الافريق ديما ماتش والسعاب يزموا تحذير خاص ويزموا منتال كبير برشا خاطر يختلف على مباراية البطولة شوفنا ندري السفيقسي اليوم بريسك جدد 90% بالفريق متاعه مدرب جديد قاعد يبدأ يحط في الفكر متاعه بشوي بشوي يزموا برشا وقت برشا وقت كما يقولوا بش يركز هذا كل معه مع لعبين شبان معتها تحبلوا برشا وقت نتمنى التوفيق ندري السفيقس ان شاء الله اليوم يفوز بش يدخل للمسابقه هذي بمورال كبير ويتقدم في المسابقه عليش لا نشوفوه في الفينار شاء الله نتالق محتاج برشا للفوز في المقابل لو انه يعمل مسيرة بها في المسابقه قليت اعتبر اختصاص وهو الساعة بدأ بمباراة تتاوين انو الانتصار اذاك او الاجوال اللي يستنى فيها جمهور ندري السفيقسي بطبيعة تحط الفريق على السكة سيرتوه مانا نحكيه مونت المون سيرتوه الفكرة بتاع المدرب اللي بتاعه شوية بش يتحط يمكن انت جاه مع مقابل تتاوين في البطولة اليوم ما ننساوه اللي هو ديربي ساعة والحاجة مع فريق جزائري المقابلة هذو ما بيننا احنا وبين الفراق الجزائري تتلعب على جزيات بسيتا يزم ندري السفيقسي اليوم يكون حاضر مية في المية باش ناجم يتجاوز معنا فريق ممتاز فريق قسانتينة وماليه كان بتبع انتام بتاع شمبيونه يزم الفوز ثلاثة نقاط مهمين في اي بطولة معنا بش تبدع كما مع التارجي كما اليوم مع ندري السفيقسي ان شاء الله الانتصار اليوم السفيقس وبون ندري السفيقس انت بتعب السفيقس هما بيحبوش هما بيحبوش ان شاء الله اليوم ينتصر ويبدأ معناه بثلاثة نقاط مهمين باش يكمل البطولة متاعهم بعد نجم يجري البطولة متاعهم مجدي سانتوس مليجي ومعطى كلم برش عليه وعلى مستقبل وبعد الفوز مع اتحادها طوين تفردت شوية الامور الفوز الاخير اليوم لازم التأكيد مقابلة صعبة اكيد مقابلة صعبة لانكار دو فينال وربح في تونس وربح الاتوال في رادس في ملعب راتس وعمل ماتشنول مع اسبيرانس في الموسم الفارس في دور المجموعات مدرب باهي لكن ما زال مقاش اليروبير متاع وبدأ يلقى فيهم حاجة إيجابية للنادي سفيقسي اللي نأكد انه يلعب كورة مزيانة اليوم نتصور انه بشي ورينا كورة باهي الخاصة انه نتاج تحصنت في البطولة لكن حذاري من الفريق هذائق سنتينة لانه فريق متميز في البطولة الجزيرية فما مقابلات فما اندي لعبة عشرة مقابلات واندي لعبة ثمانية مقابلات لكن هو الآن في صدارة الترتيب عنده 18 نقطة وراه إتحاد العاصمة وملدية الجزيرة 16 نقطة ناكسين ماتش ماتش ناكسين فوالا قتلك معنطا بالنسبة البطولة الجزيرة فما اندي لعبت عشرة وفما اندي لعبت تسعة وفما اندي لعبت حتى ثمانية مقابلات كسنتينة فريق باهي كان في نسخة دوري أبطال فريقيا 2019 كان أزاح النادي الأفريقي فرشح نتذكره هو ومازيانبي في الليدي سيون ذيكا ومن بعد معنطا لعب لانكاردو فينال ضد الترجي اخسر في الزير و اخسر ايضا في تونس فاريق بيهي الحق معنا والعب كونتر اللي طوال عامنا وقبل ما طوال تدخل للبول صحيح بالضبط فاريق بيهي حذر السنين بما انه متصدر البطولة الجزيرية حتى كان فما نقص في المقابلات فاريق يفرض الحذر نتصور انه نادي سفيقس اليوم كيما بدا ضد تطوين عمل نقولوا احنا ديكليك محليا اليوم ان شاء الله يفي حق نتيجة بيهي في كيس الكاف اللي كيما قلت معتها من اختصاص وكينتوج باربع القاب كرقم قياسي بالنسبة ليه في التتويج بكيس الكاف مالك شو نجمو نعرف على اقسانتين شنضيف جوشت حاجات بتباع شوفوا هنا فوتو دون شوفوا الكلاسمان كيما قال لولاني مع العب عشرة ماتشوية ثمونتاشو النقطة لكن مش نزيد حاجة اخرى المهمة اللي هو معطل الهدف البطولة الجزائري يلا معها بخمسة بونت وبراهيم الديب وبعده بتباعه بزاكريا بنشعة وبالحسيني اللي بشي غيب اليوم زاكريا بنشعة اللي كان ينعب في السياساس قبل والحسيني اللي ينعب في الفريق وشكون اخر زعم في الفريق متاعهم هيشين باللول الاكسيال اللي تزيري كان في سيابي القواشي اكسيال تزيري اذك هيشين باللول لقيت مه هكا مانتفكروش باي 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 هيشين باللول تزيري لعب في سيابي بالنسبة لل معطل البركور اللي يمشي لعب كونتر شورتة رواندي قبل البول اللي فما نقاط مهمة وإيجابية ونقاط سلبية نحكي على السياس ونقاط السلبية اللي اخر زوزمت شوية على الإكستريار خسر قصنطينا كونتر خنشلا والوهرامولديت وهران الجماعية ذاية دوم يسير قويمة الإكستريار عادي تقسر نزيروه الحاجات اللي ما يشفي في صالح السياسيس اللي اللي الجماعية ذاية عاملة السناء دور مونتادا معناتها كان خاسر ورجع في السكور الحاجة زادة إيجابية في صالح النادي سفيقسي وحتى من بعض نحضره بطبيعة الفيديو على الماتش لدي تاي بالنسبة للاخر ثلاثة أهداف قبلتهم اقصنطينا والهنا اهمية من علش الفرماسيون كان عندك إسلام نحكي على بيشة ولا بركات تشكيلة السي اس اس حاب نعطيوه تشكيلة السي اس اس وعليش نحب نربط بالفرماسيون اي عبش نعطيو به تشكيلة هي نفس اللعب ذات الحادة اوين هذي تشكيلة المحتملة تقريب نسبة 90 بالمئة بش تكون هكا ايمان دحمان محمد الناصراوي هايفم العيوني هشام بكر ريان دربالي موسى كونتي فرسا كوحي بوبكر تراوريه ريان روبين هيباج اللاعب الالباني محمد الظاوي وعليش حكيت خاصة نحكي على الحباسي وعلى كريستو الظاوي اخر ثلاثة بونتو قبلتهم هي من لازيلية اه نحكي كاتر شبيب القبائل ونحكي الديفات زادة اللي عملتها كاتر خنشلة اللازيلية يدخلوا للانتريور يعملوا اكتر متاحهم وفما نيفتي برشة في الميليو تيران يمكن خاطر ما عندو السنتينال يخدم برشة دو ميليو معتا زوز وسط ميدان روليوير تحسهم اكثر منهم فكاكا متاكورة يمكن فرجيل شوي يمكن فميش نيفتي معتا برشة نيفتي في الميليو تيران تجم تستغلى سي اس بحكم عندهم الكاليتين متاع الملعبية متاع الملعبية متاع الملعبية متاع الملعبية هنين تصور كريستو ولا حباسي وكام بشة كامش يابت زي متون تصور ونجم ويعملوا الفارق وصورتولي زاكسيو اللي عنده لو يعملوا برشة ديفوت تعرف بطولة جزائرية ولا تبلفار توا براتيكما معناتها وليو معتا غارديان متاعها ناحا بيلانتي وصورت زادة بيلانتي كونتر خنشلا وضعت لانين تساولي زاكسيو زادة معتا اغريسيف شوي نجم تستغلى السي اس اس ان شاء الله اليوم وبالتوفيق للسي اس اس فما نقاط ضعف في الفارق هذ نقاط الضعف كما تشوفه في الفاتور كما قلتك النقاط الضعف هو معتا الافتكاك الكورة في وسط الميدين بحكم يعتمد الكثيرية الميليو تيران اكثر روليور اكثر اوفنسيف يمكن هذه الحاجة بالطبعه نحكي على الفتي في الميليو تيران نحكي على الاكسيون تروار نحكي على السنتينيل ويمكن في الدويل ما هو مش دير معناتها ويمكن ميليو تيران لكن دير في الاكسيو ونجم يقوموا باختا ومشاء الله السياسية تستغلى النقطة هذي وبالتوفيق اشتركوا في القناة